أسد الله أسدي دبلوماسي في سفارة إيران بيفييننا يشتبه في تورطه في خطة اعتداء أحبطت على مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس صحيفة بيلز الألمانية ذكرت أن الدبلوماسي الإيراني عنصر في أحد أجهزة مخابرات طهران ومطلوب لدى شرطة الدولية الانتربول أسدي البالغ من العمر 47 عاماً كان يعمل كملحق أمني بسفارة إيران بيفييننا منذ أغسطس 2014 السلطات الألمانية اعتقلت أسدي بتهمة التخطيط لارتكاب عملية إرهابية بعد تفتيش سيارته التي كان يستقلها مع أربعة أشخاص مرافقين له في جنوب ألمانيا صحيفة بيلز الألمانية قالت أيضاً أن الحكومة البلجيكية طلبت من برلين تسليم أسدي إلى بروكسل للمحاكمة لتورطه في تكليف منفذي الاعتداء المفترض وهما إيرانيان يحملان الجنسية البلجيكية ملوك الشيخ العربية